مع استعادتها الاستقرار والامن بدأت مصر تخطو خطوات عملاقة صوب التنين والبناء عملاقة وينها حينها عملاقة بلنيه النهاية عملاقة عملاقة على المساعدة من الارتخابة المهندة ترجمة غير مماراً والممدرنة ممترات ادرسلتك تدرسل جديد وهو مدرسل الشعب بوليسي و جميع المباراً اشترك في الارتخابة وترجمة الآن في قراءة المعارضة و أيية المعارضة في فترة العالمية المترجمية في الارب المسامل المعارضة بطلاقة المنطقة المنطقة هذه المنطقة الارتخابة لتعرض على الأعلى من الأمام الجنب الأغباء الاغحة الصباحة المدينة التي تجيز على الجانب الأخيرة لجيستيكس، مانيوفاكتوري وانيجي هاب لجلسة الريجون ومساعدة إلى أفريكا في هذا الوقت، فرسيد أبد الفاتح السيسي شارعه في عمل أجيبت كل الناس هنا بتبزل أقصى ما عندها كلنا واحد يعني أي حدا هامل حاجة بيعملها كلنا عملنا بنبني مصرع قومي نكسب الحمد لله مية مية وفاتحين بيوتنا بنغلومة بالحلال كلها قيدة عاملة مصري مشاريع ما شاء الله ما تنعد نفذت مصر 14762 مشروعا في مختلف القطاعات بتكلفة تقديرية بلغت 2207 مليارات جنيه وشهد قطاع البترول والطاقة أكثر من 115 مشروعا بإجمال استثمارات بلغت 15 مليارا و 261 مليون جنيه سورة بلغت تقديرية بلغت تقديرية بلغت تقديرية كما تما تنفيذ خطط محطة عاجلة للقضاء على ظاهرة القطاع الكهرباء واستطاعت مصر من خلال العديد من المشروعات العملاقة ان تحقق لاول مرة في تاريخها فائضا في انتاج الطاقة حيث شيدت الدولة محطات عملاقة لتوليد الكهرباء في العديد من المدن مثل بنسويف والبرولوس والعاصمة الادارية الجديدة كما انشأت محطة بيمبان للطاقة الشمسية والتي تعد الاكبر على مستوى العالم ولا ا celebrities didn't have been possible at all if there was not a reform of the energy sector in Egypt project is this quite an achievement its our first project is all necessary upagement it's been a great success in construction واخذت مصر خطوات ضخمة تعد بمثابة نقطة تحول في مسار الصناعة المصرية والتي تدفع بمنتج مصري يستطيع ان ينافس داخليا وخارجيا انشأت مصر العديد من المدن الصناعية المتكاملة مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الاثاث بضمياط ومدينة النسيق الجديدة بالسادات وقد ساهمت هذه المشاريع في اعادة احياء الصناعات المصرية التقليدية مثل الغزل والنسيق ايجيبت لديها الممكنة لتنجز على هذا الارتاج ويستطيع الناس التكستيل في المدينة والتي ستعطي عملية ومصرية لأيجيبت نحن نحن أنك بخبط شخص بانيجز على تحضير تقليدية المدينة ومعه 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 ومعهو سيد الممتكامة سوف أتحطي مع مصر العديد من المدينة المترجم الزادوية الأنبياء المترجم الزادوية إصابة للأمر من المترجم الزادوية هناك كثيرة في القرص هل لا تسعيح أن الإجبتسان الزادوية اليوم هو مجتمع وضع المنزل الذي يسلسل في الحلق والقالية إجبتت possesه بحديث من دون مطلوبة نبينة المترجم الزادوية موسيقى ونفذت الدولة في القطاع الزراعي 224 مشروعا باستثمارات بلغت 17 مليار كنيه وفي قطاع السياحة تم تنفيذ 101 مشروعا باستثمارات بلغت 410 مليون جنيه أولت الدولة اهتماما كبيرا بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات وتم الانتهاء من 627 600 وحدة سكنية وجار تنفيذ 388 350 وحدة سكنية باستثمارات تقدر ب107 مليار كنيه وشهد قطاع التعليم تنفيذ 5026 مشروعا في مجال التعليم قبل الجامعي باستثمارات بلغت 31 مليار و289 مليون جنيه كما تم تنفيذ 1484 مشروعا في مجال التعليم العالي باستثمارات بلغت 17 مليار و157 مليون جنيه وفي مجال قطاع الصحة والسكان أطلقت الدولة 960 مشروعا بإجمال استثمارات بلغت 81 مليار و290 مليون جنيه وقدمت أداء متميزا في مكافحة جائحة كورونا وانتهت الدولة من تنفيذ 377 مشروعا في قطاع الطرق والكبار بإجمال استثمارات بلغت 95 مليار و500 مليون جنيه أسفرت هذه المشروعات عن تقدم مصر 90 مركزا في مؤشر جودة الطرق عام 2019 بين دول العالم واحتلت المركز رقم 28 مقارنة بالمركز رقم 114 في عام 2014 موسيقى اشتركوا في القناة